بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام حجاج بيت الله الحرام فإن من المعاني العظيمة التي يقف عندها الحجاج مليًا عبادةٌ هي في صلب حجهم ومواقفهم وأداء مناسكهم لا تفارقهم في أي خطوةٍ وفعلٍ من أفعال الحج إلا وهي فيه حاضرة إنها عبادة الدعاء والدعاء في الحج قصةٌ وأي قصة يعيش معها الحاج غمرة العبودية لله ولذة الخضوع لله وحلاوة الفقر والمسكنة بين يدي الله وقبل الحديث عن الدعاء في الحج معشر الحجيج هلما نقف هنيهةً عند عبادة الدعاء التي هي من أعظم عباداتنا في الإسلام وتأملوا معي يغفل كثيرٌ من المسلمين حين يدعو أنه وسط دعائه يتقرب إلى الله بهذا الدعاء مرةً أخرى سأقول كثيرٌ منّا إذا دعا إذا سأل إذا رفع يديه إذا سجد إذا كان في حاجة إذا كان في كربة إذا توجه إلى الله كثيرٌ منها لحظة الدعاء وساعة الدعاء وموقف الدعاء يظن أنه في موقف طلبٍ وسؤالٍ لقضاء حاجته من الله هذا صحيح لكن الوجه الآخر للدعاء أنك تتعبد لله تدري ما معنى هذا؟ يعني لو جلس اثنان فتح أحدهما مصحفه وقرأ والثاني رفع يديه ودعا أتفطن أنك ليهما يتعبد لله تلك الساعة؟ هذا بقرآنه وهذا بدعائه قام أحدهما يصلي ركعتين والثاني نصب وجهه تلقاء القبل رافع عن يديه يا رب يا رب يا رب دينٌ أهمه ومرضٌ أتعبه وهمٌ أقلقه وهو يسأل ربه عز وجل تفريج الكربة وقضاء الدين وشفاء المرض إياك أن تظن أن هذا الذي كان يطوف أو الذي يصلي أو الذي يذكر الله أنه أحظ بالعبادة من هذا الذي رفع يديه وقال يا رب يا رب يا رب عفواً في الدعاء أنت في عبادة ولهذا صح في الحديث قول المصطفى صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وهو أصح من الحديث السائر على الألسنة الحديث مخ الدعاء مخ العبادة الأصح منه في الحديث الدعاء هو العبادة ولأن الدعاء مرادف للعبادة بل هو من أجل صور العبادة لله فإن الله قال في سورة غافر وقال ربكم دعوني أستجب لكم انظر ماذا قال بعدها إن الذين يستكبرون عن عبادة ما قال دعائي لأن الدعاء هو العبادة قال دعوني أستجب لكم فالمستكبر عن الدعاء كالمستغني عن ربه فكان هذا مذموماً قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي لماذا قال عبادتي لأن الدعاء هو العبادة مرة أخرى أحدكم يطوف وكل طوافه يسأل الله ويدعوه إذن طوافه عبادة ودعاؤه في الطواف عبادة أخرى تماماً كما لو طاف وظل في طوافه يستغفر الله أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو يتحرك لسانه بالباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو في طوافه في عبادة وذلك الذكر عبادة والقرآن الذي يقرأه عبادة والدعاء الذي يسأل الله في طوافه هو أيضاً عبادة تصلي قرأت الفاتحة في القيام وما تيسر من القرآن أنت في صلاة لك أجل الصلاة لكن قراءتك للقرآن لك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها ومن قرأ في الصلاة بعشر آيات بعد الفاتحة ليس كمن قرأ بمئة آية ليس كمن قرأ بألف آية والفرق أنها عبادة القراءة للقرآن لها أجرها غير أجر الصلاة فإذا سجدت وظللت تدعو في سجادك وفي سجودك وتسأل الله أنت وسط سجودك تتعبد لله وتتقرب إليه بعبادة يحبها الله وهي الدعاء كيف عرفنا أن الله يحب الدعاء لأن الله أمر به وقال ربكم أدعوني أمرك الله وما أمرك إلا بما يحب سبحانه تماماً كما أمرك بالصلاة كما أمرك بالزكاة بالصيام بالحج أمرك بالبر بالعدل بالإحسان أمرك الله بالدعاء فإذا دعوت الله فأنت تعبد الله بهذا الدعاء لكن تدري لماذا يغيب هذا المعنى عن الأذهان؟ لأن الدعاء يتجه إلى صرف المطالب وتحقيق الحوائج ويظن العبد أنه في دعائه يقضي حاجته لنفسه وأنه يسأل ربه أموره ودنياه وشأنه وحاجته وزوجته وأولاده فيغيب عن الأذهان معنى الدعاء بالنظر إلى حظ العبد من هذا الدعاء صحيح لكن هذا من كرم الله أن الدعاء فيه قضاء لحاجتك وحظ لنفسك ويجعله الله لك عبادة يأجرك عليها ويثيبك عليها ويكرمك عليها بل يذم الله المقلين في الدعاء المستكثرين من وقوفهم بين يدي الله جل جلاله ويرون ذلك كافياً في أوقات ولحظات معدودات أكثر الناس طرقاً لباب ربهم في الدعاء هم أكثر الناس حظاً في الإجابة الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام ولأجل ذلك علمنا كيف يعيش العبد حياته في عبادة جمة وهو يقضي يومه في ليله ونهاره داعياً ربه في آيات الصيام في سورة البقرة قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قال السائل يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزلت الآية وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل إني قريب أتاك الجواب مباشرة يخاطبك الله فإني قريب ثم بيّن معنى هذا القرب سبحانه قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذا أمر من الله أن نتجه إليه يا إخوة في واحدة من أجل وأعظم وأبهى صور عبودية العبد لربه هو دعاؤه هو تضرعه هو ذله بين يدي الله تدري لما؟ لأن الدعاء فقر لأن الدعاء ذل لأن المسألة إلحاح والله عز وجل يحب أن يرى من عبده الفقر والذلة والمسكن والخضوع فطالما ظللت تدعو وسألت الله فأنت محتاج إلى الله وطالما أظهرت لربك فقرك وغناه سبحانه وحاجتك وكرمه سبحانه وذلك وعزه سبحانه كنت عظيما عند الله ومن أدمن هذه المعاني من أكثرها وأصبح له في يومه وليلته جمل وأوقات ودعوات يصعد بها إلى السماء يرفعها فوق الغمام وملائكة السماء تسمع دعواته يا رب يا رب يا رب ذنون يونس عليه السلام لما التقمه الحود وظل ينادي في جوف الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قالت الملائكة يا رب هذا صوت معروف نعرفه يقصدون تسبيحه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون هل لك عند الله شهادة تشهد لك بها ملائكة السماء بدعوات ترفعها على الدوام تسمع بها الملائكة صوتك وترفعه وتؤمن على دعائك الملائكة الكرام عليهم السلام يدعون يدعون لا لأنفسهم بل لأهل الإيمان من أهل الأرض من البشر من بني آدم ذكر الله عز وجل عن حملة العرش وملائكة السماء قال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات حتى الملائكة عليهم السلام يسخرهم الله للدعاء ولولا شرف الدعاء وعظمة الدعاء ومكانة الدعاء عند الله عز وجل لما عظم شأنه في شريعتنا معشر المسلمين الدعاء في الجملة باب عظيم من أبواب العبودية لله وطريق الرحب يتسابق فيه العباد إلى ربهم والله نعم ذاك العبد كريم عند الله ذاك العبد من هو الذي فتح الله له باب الدعاء فتراه دوماً دوماً عند ربه دوماً عند مولاه دوماً عند خالقه سبحاً ومساء نعم العبد هذا الذي هو كثير العودة إلى الله كثير الرجوع إلى الله أتظن أنه أنه لا يطرق باب الدعاء إلا صاحب كربة إلا صاحب هم إلا صاحب مصيبة فإذا اتسعت حياتك وارتفعت عنك الكربات وصارت أمورك على ما يرام تستغني عن الدعاء؟ لا بئس العبد عبد لا يعرف ربه إلا في الأزمات ومع ذلك يجيب الله له أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء نجيب الله عز وجل لكن العبد الذي يدمن باب الدعاء ويظل دوماً على أبوابها واقفاً عند ربه يسأله حاجته هذا العبد هو القريب إلى الإجابة الحري بها الحظي عند ربه ومولاه لأنه كثير الدعاء ومن كان للدعاء أكثر كان للإجابة أقرب ومن أكثر من الدعاء كان حظه من إجابة الدعاء أيضاً وافراً يقول قائل لكني دعوت الله كثيراً وما زال مريضي مريضاً وما زال ديني باقياً وما زال همي لم يبرح بساحتي وما زال وما زال فيقول أنا لا أجد إجابة الدعاء وها هنا نقول شيئين مهمين يا كرام عندما تدرك أن دعاءك لله في حد ذاته عبادة فحسبك أنك تعبدت لله حسبك أنك فعلت ما أديت عليك عبد الله حسبك أنك تشرفت تشرفت بمنادات الله ومناجاتي حسبك بهذا شرفاً حتى لو ما أعطاك الله شيئاً حتى لو ما وجدت من مطالبك ودعواتك وسؤالاتك لو ما تحقق منها شيء والله حسبك من الشرف أنك عبد أذن الله لك أن تقف على بابه فقط هذه وحدها كرامة هذا شرف تدري ليش؟ لأن في البشرية ألوف الملايين تائهين عن هذا الباب لا يعرفون الله لا يعرفون من هو الله ما وفقوا للمعرفة عظمة الله وسؤال الله وأنت دلك الله وهداك وجعلك تقف على بابه هذا شرف حسبك به أن تفرح وتغتبر وتسعد أن الله هيأ لك أن تدعوه سبحانه جل في علاه وأما الشيء الآخر المهم فمن الخطأ والقصور أن يظن العبد أن إجابة الدعاء تنحصر في تحقيق ما طلب وأن يجد ما سأل ماذا يعني؟ يقول أنا دعوت الله أن يشفيني من المرض وما زال المرض بي منذ سنوات دعوت الله بقضاء الدين وما زال لم ينتهي منذ سنوات دعوت الله بأن أجد بيتاً أسكنه وما زلت حتى اليوم لم أجد بيتاً أسكن سألت الله الذرية والولد وما رزقني الله إلى اليوم يا كرام هذا الخطأ والقصور مرده إلى عدم فهم معنى إجابة الدعاء ولتفهم هذا جيداً اسم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم قال ما رفعت يديك وسألت ولم يكن في دعائك إثم يعني ما سألت حراماً ولا بغياً ولا عدواناً ولم يكن في دعائك قطيعة رحم ما دعوت على ولد ولا والد ولا رحم ولا قريب ما فيه تعد لا ظلم ولا قطيعة رحم ما من مسلم يدعو بدعوة أو يسأل الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي إحدى ثلاث خصال إما أن تستجاب دعوته يعني يجد ما يريد ويحقق له المطلوب وهذا هو في الغالب انصراف فهم الناس إلى معنى إجابة الدعاء لكن هذا ثلث ثلث ما يجده الداعي قال وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها أن يكون الله قدر لك في مستقبل أيامك شيئا من المصائب والبلاء فيكون دعاءك سببا في رفعه ودفعه فيصرف الله عنك من السوء المقدر ما كان قد يحل بك لولا لطف الله ورده عنك ذاك السوء والبلاء بسبب الدعاء فإذا لم تستجب دعوتك ربما صرف الله عنك من السوء مثلها وقصده بمثلها يعني بقدر دعوتك فمن دعا كثيرا وألحه وكان له مطلب كبير دفع عنه من السوء بقدر دعائه ومطلبه وحاجته ثم قال في الثالثة وإما أن تدخر له في الآخرة وهذه والله أعظم من الثنتين يعني إيش؟ يعني هب أنك منذ سنوات تدعو الله ما تركت سجدة في الصلاة ولا صبحا ولا مساء ولا صلاة ولا طوافا ولا أوقات إجابة كلما وجدت فرصة دعوت وما زلت تدعو لكن لا يزال المريض مريضا والدين دينا ولا يزال الهم همّا والغمّ غمّا ولا يزال المحروم من الولد محروما والباحث عن الزوجة ما تزوج ولا يزال ولا يزال يا أخي عندما تفهم أن جزءا من دعواتك التي رفعت إلى السماء ما ضاعت هباءا ما أغلق دونها الباب طالما علقت قلبك بالله لكن الله الكريم لكرمه والرحيم لرحمته واللطيف للطفه والعظيم لعظمته والمدبر لتدبيره رأى لك خيرا مما سألت فصرف عنك سوءا ما كنت تعلمه ورأى هذا خيرا لك من أن يجيب دعوتك والعظيم واللطيف والخبير والحكيم والعليم سبحانه رأى أنك بحاجة إلى هذه الدعوات تكون رصيدا لك في أخراك والله أظن أن أحدنا لو جاء يوم القيامة ووجد في صحائفه وسجلاته دعوات مرصودة رصيدا كبيرا من الدعوات كان سأل وسأل وسأل ودعا وطلب ولم تحقق ثم وجدها ذخرا يوم القيامة يحتاج فيها مثقال الذرة من الحسنة لتمنى والله أن يعود إلى الدنيا فيملأ صلواته ودعواته وركعاته وسجداته وعباداته كلها أن يملأها دعاء لعلمه أنها لن تضيع وسيأتي يوم هو أشد ما يكون في حاجته ولتفرحن والله أنك وجدتها يوم القيامة عندك حاضرا ولفرحت أن الله ما حققها لك في دنياك وإلا صرفت وانتهت ولم تجدها رصيدا لك في الآخرة فعلى كل حال طالما سألت ربك وطرقت باب الكريم فالكريم سبحانه لا يخيب من رجاه ولا يحرم من دعاه ولا يرد من سأله وطارق باب ربه ومولاه لكن الله أعلم بحاجتك من نفسك أنت مؤمن بهذا الكلام؟ أنت مؤمن أن الله أعلم بك من نفسك؟ وأن الله أرحم بك من نفسك؟ وأن الله أعلم بمصلحتك منك بنفسك؟ إن كنت تؤمن بالله فلا عليك ارفع يديك واسأل الله قلها في سجود بين الأذان والإقامة في الدعوات في الطواف في السعي ارفع دعواتك ولا عليك ودع ربك الكريم العظيم ودع الإله العليم الحكيم ودع الخبير اللطيف يدبر لك ما هو أصلح لك وأنفع لك كما لو جئت تطرق بابا ظللت تحاول فتحه بشدة فأبى أن يفتح لك حاولت بكل المفاتيح ما فتح دفعته بكل قوتك من كسر حاولت بكل الأدوات والأساليب ما فتح حتى مللت وكللت وانصرفت عنه لكن لقصر نظرك وسوء فهمك وعدم علمك الغيب لا تدري ما وراء ذلك الباب الذي أبى الله أن يفتحه لك لكم كان خلفه من الشر والآفات والمصائب التي ربما أفسدت عليك دينك ودنياك فهل كنت تتمنى أن يفتح لك لتنزل على مرادك وهواك أم تكي الأمرك إلى الله؟ يا رجل في حوائجنا في الدنيا نحن نريد والله يريد دع ربك الفعال لما يريد يختار لك ما يريد قال بعض السلف إن رفعت يدي وسألت الله وأجاب دعوتي فرحت فإن لم يجب دعوتي كانت فرحتي أعظم قيل لما؟ قال لأنه أعطاني ما يريد ولم يعطني ما أريد وثقتي بما أراد الله خير من ثقتي بما أردت لنفسي فهمتم؟ عندما تسأل الله شيئا ولا يجيبك فاعلم أنه أنه صرف عنك شيئا وأنه لعلمه سبحانه رأى من الخير لك ما لم تره أنت لنفسك اعلم رعاك الله أن نظر العباد في الحياة قصير وإدراكهم أيضا ضعيف والله عز وجل يقول عن نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إن كنت تؤمن بلطف الله وبعلم الله فاعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك تحاول في تجارة فتفشل في زواج فلا يتم تحاول في رزق ولد وذرية وعلاج فلا ترزق ثم تعود خائبا حسيرا وتعيش الدنيا كمهموما كئيبا يا إنسان يا إنسان الله يقول في كتابه الكريم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يا أخي لما الهم قبل أن يخلقك الله ويخلق الخليقة من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير اسمع لكي لا تأسوا على ما فاتكم الذي فات لا تأس عليه تدري ليش لأنه لو كان لك ما فات فتأس على شيء ليس لك هو ليس لك لا تقول لكنني خطبتها وكنت على العتبات وأوشكنا على الزواج لولا كذا وكذا لا تقول لكنني قدمت أوراقي وظفرت بالوظيفة لولا فلان وفلان والله لو كان لك فيه رزق وحظ لأتاك ولكن الله ما أراده لك فتحزن وتأسى على شيء ليس لك ما أراده الله لك قد يكون عندك بيت وزوجة وأولاد قضى الله أجاله ماتوا انتهت أعمارهم في حريق في حادث في مصيبة فتعيش باقي عمورك مهموما كئيبا أظلمت الدنيا في عينك الذي أعطاك إياهم فيما سبق وأخذهم فيما بقي أعطاك ما ينفعك وأخذ منك لما ينفعك املأ قلبك ثقة بالله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور بهذه اليقين يا كرام ونحن أمة إسلام نعيش على عقيدة عقيدتنا تقول آمنوا بالله ربا ولما تقول رضيت بالله ربا أين الرضا الرضا أن تعلم أن ما آتاك الله فتحمده وما صرفه عنك أيضا فتحمده والله ما أعطاك إلا لأنه خير لك وما حرمك إلا لأنه أيضا خير لك فأنت في كلا الحالتين على خير يسوقه الله إليك املأ قلبك ثقة بالله ورضا عنه سبحانه يقول ربنا عز وجل كما بيّن عليه الصلاة والسلام قال فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أنت لا تقبل إلا على رب تؤمن بقضائه وتقنع بعطائه وترضى بما قسم سبحانه وتعالى في الدعاء أنت تنظر إلى إحدى ثلاث إحدى خصال ثلاث تستجاب دعوتك أو يصرف الله عنك من السوء بقدرها أو أن تدخر لك في الآخرة فتجدها رصيدا وذخرا أنت في أمس الحاجة يومها إلى الحسنة ومثقال الذرة منها علّها أن تكون نجاتك فيها هذا الدعاء في الجملة هذا الدعاء يا كرام باب عظيم عند الله عز وجل أحبه وأحب أصحابه ووعد بالخير والعطاء وأكرم عباده بجزيل النوال والعطاء بقدر ما يبذلون من السؤال الحج كله رحلة دعاء فعلموا رعاكم الله أن الدعاء في الحج يأتي على نوعين النوع الأول دعاء مخصوص والثاني دعاء عام أما العام فأنت في حجك كله في أي لحظة منها تسأل ربك تقول يا رب في كل لحظة منذ أن أحرمت وقلت لبيك اللهم لبيك باب الدعاء مفتوح سل أيها الحاج وادع ربك بما تحب لأنك ضيف والله عز وجل يكرم ضيفه الحجاج والعمار وفد الله كما قال صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم سؤال الحاج معطى ودعاؤه مجاب لأنه ضيف كريم وافد على أكرم الأكرمين أتى به إلى بيته الحرام وأوفده ولو أراد الله أن يحرمك لما أتى بك لو أراد أن يردك لأبقاك في بلدك لكن الله أذن لك سبحانه فأحسن ظنكم بالله الذي أكرمكم وأوفدكم وأتى بكم وأنتم اليوم في رحاب بيته وأنتم غدا بين يديه في المشاعر وأنتم هنا وهناك تسألونه من واسع فضله وهو القائل سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر خذ مخيطاً خذ إبرة إبرة خياطة واغمسها في ماء البحر كم سينقص من ماء البحر هي ما أخذت حتى قطرة كل مسائل العباد إنساً وجناً من أولهم إلى آخرهم لو أعطى الله كل واحد كل ما سأل ما نقص من ملك الله وعظمة ما عنده إلا كالإبرة إذا غمستها في ماء البحر فأخرجتها فأين تستقل حجم دعائك بين يدي عظمة عطاء الله سبحانه وتعالى؟ الحج كله دعاء مجاب وفي الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم يقول صلى الله عليه وسلم يغفر الله للحاج ولمن استغفر له الحاج من دعوت الله له؟ من سألت الله له؟ لأنك مجاب الدعوة دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم فهم يسألون الله والله يعطيهم ولهذا كانت الرحلة الحج كلها دعاء وموضع يسأل فيه الله عز وجل ويطلب فيه الحاج مراده ولذلك أنت في تلبيتك تدعو دعاء تعظيم أنت في وقوفك أنت في طوافك وسعي كل ذلك دعاء وأما نوع الثاني من دعاء الحج معشر الحجي فهي المواطن المخصوصة بالدعاء في رحلة الحج أعني بذلك المواضع التي سن لنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مقصوداً في ذلك الموضع وهو ستة مواضع في الحج أولها الطواف سواء كان طواف قدوم للمفرد والقارد أو كان طواف عمرة للمتمتع أو كان طواف إفاض لكل الحجيج أو كان طواف ودع الطواف موضع دعاء والطواف عبادة عظيمة جليلة فيها ترفع دعوات الطائفين والله عز وجل يحب الطائفين وأكرمهم سبحانه بالطواف حول بيته الحرام في الطواف سل ربك ما شئ وادعه بما تحب ليس هناك أدعية مخصوصة للطواف لا بشوته الأول ولا الثاني ولا الثالث إلى السابع وإياك أن تلتزم كتاباً تلزم نفسك بقراءة عباراته وأدعيته والله عز وجل يريدك أن تدعوه بما في قلبك الذي يخص في الدعاء ما بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود عند آخر جدار تعبر به قبل أن تصل الحجر الأسود فإن المخصوص هناك فقط أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وما عدا ذلك فادعوا الله بما تحب ومؤسف أن ترى بعض الحجاج يدعون بلغة غير لغتهم يقرؤون دعاء بالعربية وهم أعاجم أو يقرؤون بلغة ليست التي يفهمون عباراتها وألفاظها ليس المطلوب في الدعاء أن تدعو شيئاً لا تعقل معناه الدعاء أن تدعو الله ما تحب جاء رجل فقال يا رسول الله علمني دعاء ندعو به فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ يقول لا أحسن العبارات التي تقولونها قال أنت ماذا تريد من الله قال أريد الجنة قال وماذا تتعوذ قال تعوذ به من النار قال نحن حولها ندند ادعو بما تحب قل بلسانك أخرج ما في قلبك قلها بأسلوبك الله يسمعك ويعرف ما تريد لكن المقصود أن تخرج من قلبك شيئاً هو حقيقة قد أهمك وارفعه في دعائك وسربك بكرمه هذا أول مواطن الدعاء وهو الطواف ثاني المواطن عند الصفا في السعي أيضاً سواء كان سعي عمرة أو سعي حج عند الصعود على الصفا يدعو المسلم في عمرته وحجه بما أحب السنة أن يستقبل في السعي الكعبة فيكبر على رأس كل شوط كلما أتى الصفا ويتوجه قائلاً لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يقولها ثلاث مرات ويدعو بينها بما أحب الدعاء هناك أدعو بما تحب قبل أن تنصرف من الصفا إلى المروة أو من المروة إلى الصفا تدعو بما تحب تقول وأنا أصلاً في السعي بينهما أدعو نعم وإذا وصلت إلى الصفا قف عندها وادعو وعند المروة مثل ذلك هذا ثاني المواضع وهو على الصفا الثالث على المروة وهو أيضاً داخل السعي إذن دعاء عند الصفا ودعاء عند المروة ودعاء في الطواف هذه ثلاثة في المسجد الحرام الرابع من مواضع الدعاء في رحلة الحج دعاء يوم عرفة وسأرجع إليه بعد قليل الخامس الدعاء في مزدلفة بعد صلاة الصبح فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم لما بات بمزدلفة بعدما صلى المغرب والعشاء وبات بها وأصبح صلى الصبح ثم أتى المشعر الحرام وهو الجبل الصغير في مزدلفة وعنده المسجد اليوم ويسمى المسجد المشعر الحرام أتاه فاستقبل القبلة وظل يدعو حتى أسفر الصبح جدا يعني حتى انتشر ضياء الصبح وقبل أن تشرق الشمس فليس الوقت وقتا طويلا فلما أسفر الصبح جدا تحرك صلوات الله وسلامه عليه حتى أتى منا هذا الموضع الرابع الموضع الخامس وهو وهو الدعاء في المزدلفة يبقى الدعاء عند الجمرات بعد يوم العيد فأما يوم العيد فترمى جمرة العقبة ولا دعاء عندها وأما أيام التشريق يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ولمن تأخر يزيد يوم الثالث عشر ترمى الجمرة الأولى الصغرى ويدعو بعدها والجمرة الوسطى الثانية ويدعو بعدها وأما الجمرة الكبرى جمرة العقبة فيرميها دون دعاء فهذان أيضاً موضعان عند رمي الجمرات بعد رمي الجمرة الوسطى والصغرى أما الكبرى فلا دعاء عندها وقف الصحابة ودعوا وأثر عن بعضهم أنه قيام طويل بقدر قراءة سورة البقرة وحيث ما كان فهو موطن من مواطن الدعاء إذن في الطواف وفي السعي وفي عرفة وفي مزدلفة وعند رمي الجمرتين الأولى والثانية الصغرى والوسطى أيام ميناء تلاحظ معي أن كل موضع ومشعر من المشاعر شرع لنا فيه الدعاء وفي الحج في الطواف عند الكعبة دعاء في السعي عند الصفا والمروة دعاء في عرفة دعاء في مزدلفة دعاء في ميناء عند الجمرات دعاء وبالتالي فلا يخلو موطن من المواطن التي يأتيها الحاج وفي حجه إلا وجعل الله له فيه موضعاً يدعوه فيه سبحانه إذن الحج كله رحلة دعاء وينبغي أن يتأمل فيه الحجيج ملياً فإن الدعاء عبادك ما أسلف وحجك في حركاتك وتنقلاتك وسكناتك وهمساتك أنت تتعبد لله بها في حجك أنت تعبد الله بنومك في مزدلفة ومبيتك في ميناء كما تعبد الله بدعائك في عرفة وتعبد الله بحلق شعرك وتعبد الله بذبح هديك وتعبد الله بالطواف وتعبد الله بالإحرام لما تحرم وبالتحل لما تتحلل كل ذلك أنت تعبد الله به وتتقرب به إليه سبحانه في الدعاء أنت تتعبد الله بعبادات وسط تلك العبادة العظيمة انتقالك من عرفة إلى مزدلفة من مزدلفة إلى ميناء من ميناء إلى المسجد الحرام عودتك إلى ميناء كل تنقلاتك تلك عبادات لك أجر خطواتها وأنت مأجور عليها بتمام ثوابها والله جل جلاله جعل لك في طيات ذلك دعوات ترفعها لتكون قربة فوق القربات وعبادة في جوف العبادات أجلت الحديث عن دعاء عرفة لشأنه العظيم ولمكانته الكبيرة عند الله وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وفي ألفاظ خير الدعاء دعاء يوم عرفة أرأيت دعواتك في كل المواضع في منزلك في مدينتك في قريتك في كربتك في جوك في بحرك في أرضك في كل مكان كنت تدعو الله في رمضان في العشر الأواخر في ليلة القدر كل ذلك عند الله عظيم لكن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة خير الدعوات التي ترفع من الأرض إلى السماء دعوات يوم عرفة عندما يُقبل الحجيج على ربهم الكريم وهم في غاية الذل والافتقار والمسكنة يسألون من كرم الله وفضله وعطائه الدعاء عظيم يوم عرفة واليوم عظيم والساعة عظيمة والموقف عظيم والحج عبادة عظيمة وربنا العظيم يتكرم على عباده ما من يوم أكثر من أن يُعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة ليس يوم من أيام الدنيا يشهد عتق العبيد من النار كيوم عرفة ذاك اليوم يوم الكرم الإلهي يوم العطاء الرباني فإذا كان كرم وعطاء ومنح وهبات فأين السائلون؟ أين الطارقون أبواب الدعاء؟ أين المرحون على الله في تلك الساعة؟ أولئك الرافعون أيديهم الناصبون وجوههم المقبلون بقلوبهم والله أعظم من ينال تلك الهبات يوم عرفة كالذي يمد يديه يأخذها من السماء كالذي يرفع يديه يغتنم من الخيرات والبركات والهبات بقدر ما كتب الله لك فمن الحجيج من يُقل ومنهم من يستكثر ارفع يديك ولا تقنع بالقليل ولا ترضى باليسير أنت أمام كرم أكرم الأكرمين عاش السلف رضوان الله عليهم حياةً حياةً عامرةً بتعظيم يوم عرفة وبإجلال ذلك الموقف وبعظيم معرفتهم لقدر هذا اليوم الكريم أسوتهم في ذلك نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لما جاء عرفات علمهم كيف يُقبل العبد على ربه الكريم سبحانه على صعيد عرفات علمهم لما قرأوا في سيرته في رحلة حجه واتطلعوا في تلك الأحاديث المروية على أنه صلوات الله وسلامه عليه اجتهد في دعائه اجتهاداً شديداً ظل متجهاً إلى القبلة يدعو حتى غاب قرص الشمس من بعد صلاته الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر ثم قضى بقية نهاره داعياً ربه لم يسترح لم ينم لم يلتفت لم يتكلم مع أحد فتعلموا كيف تكون العظمة في الدعاء يوم عرفة فإذا بهم يُقبلون في مواقف تجل لها الأفهام تعظيماً وتقديراً عرفوا أن يوم عرفة يوم لا يتكرر في العام عرفوا أن حوائجهم تُرفع يوم عرفات فتعود مجابةً من رب كريم قريب مجيب الدعوات بل كانوا يقولون كنا ندخر الدعوات إلى يوم عرفة فلا يمر الحول حتى تنقضي وتتحقق ويرون هذا من تمام ثقتهم بالله وصدق يقينهم بما عنده سبحانه حج عطاء بن أبي رباح فقيه مكة سيد التابعين إمام أهل الدنيا في المناسك وكان الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر رضي الله عنهما إذا جاء مكة في الحج وهو من ساكن المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا جاء الحج في مكة وقدم وأتاه الناس يستفتونه في أحكام المناسك يقول أتسألوني وفيكم عطاء ويحيل إلى تابعي لم يتشرف بالصحبة لكن لجليل ما بلغ رحمه الله من فقه المناسك هذا الإمام عطاء حج سبعين سنة تباعا من قطع لأنه ساكن بمكة وهو إمامهم وفقيههم وعالمهم رحمة الله عليه أثر عنه أنه كان كلما أتى الموقف يوم عرفه استعى ربه فقال اللهم لا تجعله آخر العهد بحج بيتك الحرام فيحج من العام الذي يليه وهكذا قيل فلما كانت السنة الأخيرة رفع يديه وهم أن يدعوه قال استحييت من كثرة ما سألت ربي فما سأل الله فمات من عامه ولم يدرك حج العام الذي يليه هذا يوم كريم يا جماعة والدعاء عظيم يوم عرفه من عرف عظمة الموقف وكرم الله ظل في دعائه يوم عرفه لا يمل ولا يكل يرفع يديه يسأله أين أصحاب الهموم؟ أين أصحاب الذنوب؟ أين أصحاب الحوائل؟ أين أصحاب الأمراض والأسقام؟ أين أنتم عن يوم عرفه؟ وقد حباكم الله به تمر بكم ساعات يتمنى أهل الدنيا في الشرق والغرب يرقبونكم من وراء الشاشات يتابعون ما تلتقطه العدسات فأحدهم يبكي شوقا يتمنى لو ظفر بدقيقة من مكان أحدكم وهو واقف على صعيد عرفات أن يليق بعد ذلك أن تقضيها في نوم؟ في أحاديث وقيل وقال في أمور ليس هذا وقتها الوقت وقت دعاء وكان السلف رحمة الله عليهم يجلون هذا الموقف أتي بعضهم أتي سفيان فقيل له من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال الذي يظن أن الله لا يغفر له ذاك أسوأ العبد ظنا لأن ذاك المقام مقام حسن ظن وعطاء وكرم وهبات قال أسوأ الناس في هذا الموقف الذي يظن أن الله لا يغفر له أين الذنوب السيئات؟ أي ذنب أنت صاحبه؟ أي معصية أنت واقع فيها؟ ذاك اليوم يوم كرم يوم عطاء يوم سؤال يوم دعاء في الدعاء تدعو الله بما تحب وتسأله أنت عالم بكرمه وعظيم فضله وعطائه وأنت تعلم أن ذنبك عظيم لكن عفوه أعظم وأن سيئاتك كثير لكن رحمته أكبر وأن الله عز وجل ما أتى بك إلا ليكرمك أي والله فأحسن الظن بالله عز وجل وكان أيضا بعض السلف إذا أتى يوم عرفات جعل ذلك الموقف انقطاعا تاما إلى الله فلا يتكلم مع أحد من رفقته ولا يأنس بشيء سوى الدعاء والإقبال على الله عرفوا تماما أن ذلك اليوم إذا غربت شمسه فهو مخاض يولد فيه أولئك الحجيج من جديد وكأن عرف رحم كبير نفرة الناس منها بعد غروب الشمس والله أشبه بالمخاض وأن عرفات صعيد تحمل فيه أوزار العباد وتلقى هناك فيخرجون خفافا يخرجون متطهرين أنقياء أصفياء أنهم قد غسلوا في ذلك الصعيد غسلوا قلوبهم بماء دموعهم وظلوا بين يدي ربهم يبكون بخشوع وذل وخضوع ومسكنة أرأيت الطفل إذا أتى إلى والديه يريد حلوى ولعبة فامتنعوا عليه ماذا يفعل؟ يظلوا يبكي يسترق قلوبهم وعاطفتهم والله للعبد في ذله بين يدي ربه أحوج من الطفل بين يدي والديه لأن الله أرحم من الآباء والأمهات والله أعظم من الآباء والأمهات والله أكرم والله أرحم ونحن أشد حاجة وذلا يوم عرفة أشعر نفسك بل وقلها لربك أنك أفقر أهل الموقف إلى رحمة الله وأنك أحوجهم إلى عطفه إلى عنايته إلى كرمه أخبرهم أنك أولاهم بالعتق من النار في ذلك اليوم حدث ربك املأه بكل ما في صدرك أفرغ هم قلبك في دعائك يوم عرفة الله كريم وأنت مسكين الله غني وأنت فقير اسأله ولا يحجبك عن رحمته شيء ولا يردك عن السؤال شيء اسأله متذكراً كل همومك واحتياجاتك كل قضاياك وهمك وغمك كل أمورك لمستقبلك ولحالك ولماضيك اسأل ربك فقد لا تعود مرة أخرى إلى هذه البقاع ولا تشهد هذا الشرف ولا يتهيأ لك أن تعيش قبض بعض السلف على لحيته يوم عرفة وهو يدعو فيقول أي رب كبرت فأعتقني يا رب شابت لحيتي ومثلي لا يقوى على عذاب النار ولا حر جهنم أعتقني يا رب كبرت فأعتقني كانوا يشعرون رحمة الله عليهم أن إتيانهم إلى عرفة وأن وقوفهم وأن إتيانهم مع وفود الحجيج فرصة لا تتكرر وباب من السماء قد فتح لهم يشعرون بعظمة الموقف أن الله يباهي بهم ملائكة السماء فيقول سبحانه وتعالى لملائكة السماء هؤلاء عبادي أتوني شعثاً غبراً أشهدكم أني قد غفرت له ويقول جل جلاله لملائكة السماء وهو يباهي بهم ها أهل الموقف في ذلك الموقف العظيم فيقول سبحانه ما أراد هؤلاء وهو أعلم بحالهم سبحانه ما الذي تريد أن ينظر الله منك يوم عرفة ماذا تريد أن يراك الله عليه من الحال يوم عرفة والله أقرب العباد إلى ربهم في ذلك الموقف هو أفقرهم هو أكثرهم ذلاً وخضوعاً هو أعظمهم افتقاراً ومسكنة وبكاءاً يوم عرفة كن عبداً ذليلاً تمرغ في أوحال العبودية وتلحف بشرف القرب من الله عز وجل وأنت تسأله لأمر دينك ودنياك في دعائك أيها الحاج يوم عرفة وفي غير عرفة إن دعوت الله فاجعل نصب عينيك جوامع الدعاء هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدعوات العظام التي تجمع خير الدنيا والآخرة وأجمع جوامع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هل تعلم ما معناها؟ ما الحسنة في الدنيا؟ الحسنة في الدنيا كل سعادة تأتيك من أي باب يدخل في الحسنة الزوجة الصالحة والذرية الطيبة والرزق الحلال والمسكن الواسع والتجارة المباركة لما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أنت تسأل الله كل خير وسعادة تريدها والله أعلم بك وبمرادك في دعائك وأما قولك وفي الآخرة حسنة فحسنة الآخرة النجاة من النار والسلامة من العقاب والعفو عند الوهاب ودخول الجنان وصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومرافقة النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذه حسنات الآخرة هذه جوامع قال الله في الحج فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق لماذا ليس له في الآخرة من خلاق ليش؟ لأنه ما سأل لأنه ما طلب قال ومن الناس ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب قلها في طوافك قلها يوم عرفة عند الجمرات في الوسطى والصغرى في الصفع السعي بين الصفى والمروى في مزدلفة عندما تدعو اجعل جوامع الدعاء حاضرا لك أسوة في دعوات المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تذكر خير الدنيا والآخرة واسأله المطالب العلام في الدعاء ارفع سقف مطالبك لا تقنع بالقليل لا ترضى باليسير إذا سألت الجنة فاسأل أعلى الدرجات في الدعاء لا تنظر إلى ضعفك وقلة منزلتك بل انظر إلى عظمة الله وكرمه لا تقول لكني لا أستحق بل قل لنفسك إن الله كريم وهو الذي يعطي سبحانه ويرزق من يشاء بغير حساب في الدعاء إياك أن تنظر إلى الأسباب التي بيديك كيف يعني؟ يعني تنظر في إذا أنت لست على وظيفة وهمك كبير ودينك كثير ثم تقول الديون الكثير هذه لا يمكن أن تقضى في فترة قصيرة في الدعاء لا تقس إجابة الدعاء بحساباتك أنت كلها إلى الله وفوّم أمرك إليه زكريا عليه السلام دعا ربه فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ما شأن زكريا عليه السلام؟ قال رب إني وهن العظم مني كبير في السن واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيّة ثم قال وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية أرأي أسباب دنيوية يستحيل معها إن جاب الولد كبير في السن رق عظمه وامرأته عاقر يا أخي لا منه ولا منها لا يمكن إن جاب الولد لا من الزوج ولا من الزوجة أما هي فعقيم عاقر وأما هو فكبير طاعن في السن قد رق عظمه واشتعل رأسه شيبة لكن انظر ماذا قال قال ولم أكن بدعائك رب شقيّة والله الشقي فينا الذي يظن أن إجابة الدعاء عند الله هو بحساباته لنفسه ماذا كان المصير قال يا قال إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية هذه البشارة جاءه الولد على الكبر وعلى عقم امرأته لكن الله الكريم يعطي سبحانه بلا حساب جاءت مريم في المحراب ونذرتها أمها أن تكون في خدمة البيت بيت الله فلا تفارق المسجد كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله يأتيها الرزق كل يوم تأكله وهي معتكفة منذورة للمسجد لا تفارقه قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قالت الجواب لمن قالته لزكريا فطن زكريا عليه السلام فهم المقصد وعرف الطريق اسمع ماذا قال الله مباشرة لما سمع جواب مريم هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قال الله هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء انظر إلى الإجابة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرام أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء هذه عظمة الخالق عظمة الرب سبحانه في الدعاء صدقا والله إياك أن تنظر إلى حالك أنت إلى ضعفك إلى عجزك إلى أسبابك في الدعاء أطلب ما تحب ثم أنت ما الذي عساك أن تخسر إن أجاب الله دعوتك وإلا صرف عنك من السوء مثلها أو ادخرها لك في الآخرة يا أخي اسأل اسأل فوالله لن تخسر قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر قالوا إذا نكثر من الدعاء قال الله أكثر أكثر ما شئت من الدعاء مؤسف والله أن يزهد حاج في رحلة حجه أن يزهد في جمل دعائه أدعو ربك عبد الله واعلم أنك أمام من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء واعلم أنك أمام من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون واعلم أنه سبحانه بيده خزائن السماوات والأرض وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العليم القدير نقرأ في القرآن السور ونعرف القصص ونستلهم العبر ونعلم أن ربنا الكريم سبحانه وأن ربنا الكبير سبحانه وأن ربنا القادر سبحانه وأنه القوي جل جلاله وأنه يملك ما لا يملك الخلق أجمعون فسر ربك ما تريد في الدعاء في الدعاء معشر الحجيج عيشوا في حجكم شعور المقبل على الله المناجي لله السائل ما يريد أنا أقرب لك الصورة لو جئت إلى إنسان قيل لك إنه يمكن أن يقضي حاجتك فجئت تشرح له مشكلتك حصل لي كذا وعندي كذا وأصابني كذا ثم طرأ لي كذا في النهاية أنت تريد مساعدة في مال أو شفاعة لعلاج أو منحة أو هبة أو أي شيء من المطالب بالله عليكم هل نفعل ذلك مع ربنا في الدعاء هل نظل نشكو إليه حالنا نقول يا رب أصابنا كذا وحصل لنا كذا لا تقول إن ربي يعرف إن ربي يعلم نعم يعلم لكنه يحب أن يسمع هذا منك أي والله يحب الإلحاح في المسألة يحب التضرع يحب المسكنة قل يا رب قل يا رب ضقت ذرعا يا رب صعبت علي الحياة يا رب أتعبني المرض يا رب أقلقني أهمني أشكو لربك أشكو لله يعقوب عليه السلام فقد الولد أصابه الحزن فقد البصر ولما أراد أن يتكلم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون لما جاءته البشارة قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ظلالك القديم أما زلت متعلقا بذكر يوسف فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه وارتد بصيرا قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون يا أخي هذه القلوب الواثقة بيقينها بالله بحسن ظنها بالله هي التي تملك إجابة الدعاء كرما من الله وادعو الله أن تموقن وادعو الله بإلحاح حدث ربك ناجه في دعواتك أشكو إليه ما أهمك حدثه عن طموحاتك عن آمالك عن مستقبلك الذي تريد تكلم مع ربك في الدعاء يعجبك العبد إذا أقبل يدعوه ظل يناجي ويتكلم يرخي رأسه تارة يبكي تارة يفرح تارة يبتسم تارة لا تدري ما المشاعر التي امتزجت في فؤاده لما اختلى بربه لكنه صدقا يناجي الله يكلمه يحدثه وهو يعلم أن الله يسمعه وهو يدرك أن الله عز وجل عليم به وهو يعرف أنه بإلحاحه وتضرعه يتقرب إلى الله يتحبب إلى الله بما يحبه الله سبحانه وتعالى في دعواتكم معشر الحجير في دعواتكم اجعلوها حاضرة أن تذكروا كل من له حق عليكم وأعظمهم الوالدان من كان سببا في نشأتك وتربيتك ووجودك في الحياة ادعو الله لهما بالرحمة الواسعة والمغفرة العظيمة ادعو الله لهما أن تكون بارا بهما في حياتهما وبعد مماتهما اجعل برك بوالديك ممتدًا ممتدت بك الحياة وتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول يا رب أن لي هذا فيقال هذا باستغفار ولدك لك ترحمك على والديك دعواتك لهما وربما كان أحدهما في قبله منذ سنوات لكن استغفارك وترحمك ودعواتك ما زالت ترير لهم القبور وترفع لهم الدرجات كرمًا من الله عز وجل ادعو لكل من له فضل وحق عليك من أستاذ علمك وشيخ رباك ومن أحسن عليك إحسانًا قليلًا أو كثيرًا في دعواتكم معشر الحجيج اذكر أمتكم المكلومة الجريحة اذكر أمة الإسلام والله عز وجل العزيز القادر على نصرها ابتهلوا إلى الله ثلاثة ملايين مسلم لو رفعوا دعوات تجأر بها وترتج لها أبواب السماء لكريمٌ على الله أن يردها كلها خائبة لكن الله يقدر الأقدار ويسوق سبحانه ما يصلح به العباد والبلاد فاسألوا الله الفرج والنصر والتمكين لكل أمة الإسلام أن يكفيها الله شر أعدائها وأن يفرج همها وأن يعجل بما أصابها من هم وذل وكربة ونكبات في دعواتكم معشر العباد معشر الحجيج سألوا الله لأولادكم وذرياتكم الهداية والصلاح كما تسألوه لأنفسكم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين الأنبياء عليهم السلام كانوا يتذكرون أولادهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها أدعو لأولادكم بالصلاح وأكثر لهم من الدعاء بالتوفيق والهداية مهما سألت ربك عبد الله مهما سألت ربك فاسأله أن يوفقك ويقبلك اسأله العفو والعافية اسأله أن يجيب دعوتك فإنه إن قبلك وإن عفى عنك وإن رحمك وإن أجابك فهنيئا لك سعادة الحياة إن قبل الله حجك وعدت منه نقيا تقيا عدت منه مولودا من جديد فهنيئا لك حياة جديدة عنوانها الطهر والصفاء والنقاء والبياض والميلاد الجديد ستعود بعد حجك مستمتعا بدعوات أو دعتها في تلك المشاعر تشهد لك البقاع في عرفات ومزدلفة وميناء والجمرات تشهد لك البقعة عند الكعبة وبين الصفاء والمروة تشهد لك بدعوات رفعتها من هنا وبدموع سقطت عند قدميك هنا وهناك تشهد لك البقاع بصوت سمعه أهل السماء وأنت تلحه تقول يا الله يا رب تسأله يسمعون صوتا ممتزجا بالبكاء ودموع الخالطة عباراتك يسمعون تناجي ربك وربما أمنت لك الملائكة الكرام في دعواتك في حجك أنت كريم وفي موقف عظيم والله عز وجل يجيب من دعاه استشعر كل ذلك فقد حفت لك أسباب إجابة الدعاء مجتمعة في حجك في كل تلك البقاع بقي أن تجتهد عبد الله وتكون مقبلا منطرحا بين دي ربك سائلا إياه من كرمه وفضله فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تجعلنا في حجنا هذا من أقرب من تقرب إليك ومن أوجه من توجه إليك ومن أخصهم زلفى لديك يا رب العالمين اللهم هؤلاء حجاج بيتك الحرام قد أتوك من كل فج عميق نفوسهم يا رب عامرة بحبك وقلوبهم متعلقة بفضلك ولكل واحد منا مسائله وحاجاته اللهم فأعطي كل سائل ما سأله وحقق لكل مؤمل فيك ما أمله اللهم تقبل منا ومنهم ويسر لنا ولهم حج بيتك الحرام وأداء المناسك هذا العام واحفظهم يا رب في أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأهليهم ومن خلفوا في ديارهم بخير أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم أكرمتهم فأتوا ويسرت لهم فوصلوا فأتمم يا رب نعمتك وإكرامك بهم لإتمام المناسك في يسر وعفو وعافية أكرمنا وإياهم ربنا بالقبول الحسن أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء أمنا بك وتوكلنا عليه وفوضنا أمره كله إليه ورفعنا أكفنا إليه ووجهنا وجوهنا لديه وفتحنا قلوبنا بين يديه اللهم فأمطر علينا من سحائب رحمتك وجودك وعفوك وغفرانك ما أنت أهل له يا حي يا قيوم اللهم زد المؤمنين والمحسنين فينا إحسانا وهب المسيئين منا عفوا وصفحا وغفرانا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وبقبل منا ومن جميع المسلمين وأعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وأولادنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة خالصا لوجهك الكريم وتقبله منا يا حي يا قيوم وتجاوز عنا ما فيه من الزلل والخطأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ألهمنا ربنا رشدنا والسداد في أمرنا وعافنا واعفو عنا وتقبل منا يا حي يا قيوم سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك وصل يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجدبى رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين